موسيقى غدر رئيس عبد الفتاح السيسي القاهرة منتجها إلى اليابان في زيارة تستغرق عدة أيام وذلك للمشاركة في قمة العشرين التي تصدفها اليابان وأكد سفير اليابان بالقاهرة على أهمية مشاركة الرئيس السيسي في هذه القمة الهامة وذلك في ضوء رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي ومن المقرر أن يكتمع الرئيس على هامش القمة برئيس الوزراء الياباني وعدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين لتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية لأتعقيب عما لدينا من موضوعات سعدنا أن يكون معنا بالستوديو الكاتب الصحفي مصباح قطبة مستشار القسم الاقتصادي بالمصر اليوم أهلا وسلم حضرت أهلا بك يمكن قمة هامة وتفاعل كبير ما بين مصر واليابان مصر محملة أو الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو على رئاسة الاتحاد الإفريقي يذهب محمل باقتصاد خمسين دولة إفريقية غنية بالمواد الخام وغنية بالموارد وأيضا اليابان بهذه القمة قمة العشرين تواكب التطوى سواء كان اقتصاديا علميا الذكاء الاصطناعي والابتكار كيف يمكن صهر ودمج هذه القدرات لأنهوض بالقارة الأفريقية وعلى رئاسة مصر؟ أحب بس أوضح نقطة أنه اهتمام اليابان بالمنطقة تصاعد في الفترة الأخيرة من منطلقة الطاقة وهميتها بالنسبة لهم الصين المستورد الأول للنفط من المنطقة العربية يلي اليابان ثم الهند وبالتالي هذه فرصة جيدة للتباحث حول القضايا العربية مع الرئيس وزراء اليابان وفي نفس الوقت أيضا هناك تنافس قوي بين أطراف دولية مختلفة منها اليابان ومنها الصين ومنها مريكا ومنها روسيا ومنها حتى إيران وإسرائيل على التواجد في أفريقيا بينما مصر لها وجهة نظر مختلفة الحقيقة لأنها تقصد ما تقوله بالضبط أنه لابد من تحقيق منافع عادلة في التبادل التجاهي والساسمائي بين الدول وبعضها البعض ومن المهم من مواعات الإرس الاستعماري اللي خلف يعني الكثير من المشاكل والحروب والنزاعات في أفريقيا ومحاولة مسندة كل دول القارة فبالتأكيد هذا الدول سيكون حاضر فيه المناشات لكن بضيف أيضا أنه مما يعني يجب التركيز عليه أنه السياسة الدولية يعني تصنع في هذه اللقاءات القصيرة يعني ما بين قادة الدول العشر ديائي والربع ساعة اللي بيتم فيها تشاور مباحثات ليست مجالا على الإطلاق لمجاملات شخصية أو كذا لكن بيتم فيها أهم يعني التميير أو الاتفاق على أهم التوجهات فيما تعلق بعلاقات بلدين ببعضهم البعض وعلى كل المستويات وكلنا يسكوا لما كانت خمة العشرين في الأرجنتيني المواري الفاتت أنه كانت مدخل احنا شفنا مينها كذا لقطة يعني ايه مشهورة منهم يعني بوتين وهو بيعمل كده ايه لمحمد بن سلمان كفاك يعني ايه نوع من النكاية كده في الترامب اللي ما عملش معه لقاء شفنا لقاء الرئيس الصيني مع ترامب واتفقوا حتى على جزء من حل مشكلة التبادل التجاري والأزمة اللي شغالها لكن في كل الحالات اللي بيحصل حيحصل في القمة إيجابي ممكن استسمعه أنه حيحصل قدر من التهديئة الدولية في المجال الاخصادي والتجاري لأنه في 600 شركة أمريكية قدمت احتجاجات للترامب على الطريقة اللي بيتعامل بها مع الصين وبتقوله أن احنا سندور بشدة خلى أن هذا وزير مليئته بيقول أنه احنا وصلنا الاتفاق بنسبة 90% مع الصين طبعا مؤكد الصراع بين أمريكا والصين سيستمر طويلة لكن في قدم التهديئة يسمح لنا كمصر باستغلاله لتحقيق أكبر منافع ممكنة للقضايا العربية والقضايا الأفريقية